نحن منتلاقي مع حضراتكم قلتلكم إنه الموسم ده الكرة في المكسيك كرة محترمة جدا ومنتخب المكسيك لحقيقة برضو واحد من المنتخبات ما قدرش تقول منتخبات سهلة يعني يعني منتخب دايما بيقدم كرة قوية ودايما بيقف قدام الكبار تقدر تقول كده إنه الكرة في المكسيك كرة محترمة جدا وبالتالي بطل المكسيك ليه كل الاحترام والتقدير وخصوصا إنه البداية الأصعب دايما لما تكون بتقابل منتخب مكسيك دايما عارفين أنه بطل أمريكا الجنوبية وبطل الأوروبا بيوصلوا بواي يعني دايما بيوصلوا الدور الأبن النهائي على طول مباشرة فأنت بتتجنب مقابلتهم دايما في الأدوار التمهيدية لكن الأهل هيبتدي مشواره مع المنافس الأصعب يعني في الترتيب لما تيجي تقيس بعد بالميراس وبعد تشيلسي أعتقد أنه مونتري المكسيكي مع الأهل المصري بحكم طبعا أنه واخد بطلتين دوري أبطال وراء بعض وحكم أنه هو وصل كمان لبرونزية كاس عالم واخد اتنين سوبر إفريقيا فالنسخة بتاعت الأهل السندي مطمئنة لحد كبير وخصوصا أنه جمعين النادي الأهلي متفألة بعد التدعمات أو الصفقات اللي أثبتت نفسها مع الأهلي وهتكون دعم كبير جدا لنسخة الأهلي السندي في كاس العالم وأهمها أهمها يعني طبعا بيرسي تاو بشوف يعني إذا كنت بكلم عن جمهور يعني الناس قوي متطمنة وحاسة أنه لعب زي بيرسي تاو ممكن يصنع الفارق لعب زي أحمد عبدالقادر ممكن يصنع الفارق ونتمنى كمان أنه خسيل ويس ميكيسون يدخل فورما ويجهز قبل كاس العالم من الممكن جدا أنا لسه برهن على الولد ده يعني لسه شايف أنه آه ما دخلتش وما وصلتش وما أقنعش بالشكل الكافي لكن شايف أنه إمكانياته تؤهله جدا أنه يكون لعب مهم في سكواد الأهلي الموسم ده مونتري بقى على عكس من الأهلي يعني الأهلي السنة دي مقدم موسم قوي جدا في بطولة الدوري لغاية المسابقة متتوقف أعتقد أن كلنا متفقين أن عروض الأهلي في البطولة السنة دي مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت شايفين أنه الفريق عنده شخصية هجومية واضحة جدا والدليل أنه في غزارة هدفية بشكل كبير وتنوع في قدرات لعبتنا على التسجيل مونتري يعاني بقى ناحية تانية في المكسيك مونتري يعاني آخر مطش من المطشاط كان متأخر بنتيجة 2-0 الموديل الفاني خافيار أجري وفكركم تاني بأجري لأنه مش غريب علينا كان بيتولى طبعا تدريبه المنتخب المصري وإحنا كمان بالنسبة له مش غرب هو بالتأكيد فاهم مين هو الأهلي وعنده قدرة على تقييم الكرة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص ومهتم جدا طبعا بحكم أنه الأهلي هو المنافس الأول ليه في البطولة لكن خليني أقولكم أنه أجري في المباراة الأخيرة اضطرت والفريق كان متأخر بنتيجة 2-0 في المباراة الأخيرة ليه في الدولة المكسيكي كان بيلعب قدام كروزازول وكان متأخر بنتيجة 2-0 لكنه قدر في نهاية المباراة يرجع بتعادل مهم جدا أحرز هدفين متتاليين في نهاية المباراة وقدر أنه يرجع وياخد نقطة من المباراة دي لكن اللي عايزة أقوله لكم أنه ظروف مونترية إذا كنت بتشوف أنه ظروف الأهلي قبل كاس العالم صعبة فظروف مونترية المكسيكي بالتأكيد أصعب من النادي الأهلي سواء على مستوى مشاركة لعبته في تصفيات كاس العالم اللي هتستميل لغاية يوم 2 أو 3 فبراير على حسب بالأجندة يعني عنده 10 لعيبة بيغيبوا عليه قبل 72 ساعة من مواجهة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم وبالتالي طبعا مع المشوار لازم تحط الرحلة الطويلة جدا من المكسيك وصورا لأبوضبي في الإمارات طبعا اللي هتصديف البطولة في الحزبان وبالتالي أعتقد ظروفه هتكون صعبة جدا 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 كل التوفيق للنادي الأهلي بشوف المباراة دي مباراة مفتحية لو عدناها لو الأهلي عدى موتش مونتري بمكسب الدوافع عند لعيبتنا هتزيد جدا 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 وهيبقى فيه مباراة طبعا نارية وصعبة وقول عليها زي ما انت عايش تقول لكن يعني الواحد حسس انه كمان عملناها قبل كده ونقدر نعملها تاني وبالتالي بحس ان لو عدنا موتش مونتري ان شاء الله ونبقى ورايبين جدا من مباراة النهائي قدام تشلسي هاروح مات